ومضى شهر رمضان إذا كان التوقيت الزماني لشهر رمضان قد انقضى وانتهى فرسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصيام في شوال ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أي فضل لهذه الأمة وإذا انتهى شهر شوال فرسول الله صلى الله عليه وسلم خص هذه الأمة بفضائل منحها الله سبحانه وتعالى إياها ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة